اشتركوا في القناة يسعدني ذلك وأرحب بأسئلتك هل كان نبيكم محمد أمياً لا يقرأ ولا يكتب؟ نعم هذا صحيح كان نبينا أمياً إذن كيف أتى بهذه الحقائق العلمية التي لم يكن الناس يعرفونها في زمنه وأثبتها العلم اليوم؟ لم يأتي بتلك الحقائق العلمية من عنده بل هي من عند الله وهذا دليل على أنه رسول سؤال آخر هل الإسلام دين العربي وحدهم؟ الإسلام دين الناس جميعاً في كل زمان ومكان انظر إلى المسلمين في كل العالم إنهم شعوب مختلفة في لغاتهم وأعراقهم وألوانهم أنا لا أفهم الإسلام فهماً صحيحاً لأنك تعتمد في معلوماتك وآرائك دائماً على كتاب معادين للإسلام اقرأ لكتاب مسلمين أو محيدين يقولون الحقيقة ومن هؤلاء الكتاب المحيدون؟ إنهم كثيرون ومنهم العالم الفرنسي موريس بوكاي والعالم الأمريكي مايكل هارت والمؤرخ البريطاني توماس أرنولد سأقرأ لهؤلاء الكتاب إذن ستعرف عن الإسلام الشيء الكثير الدرس السابع والثلاثون بعد المئة استمع إلى الحوار الحوار لماذا أسلم كارلوس؟ رأيت اليوم كارلوس يدخل المسجد ماذا حدث؟ لقد أسلم كارلوس وهو يصلي في هذا المسجد بانتظام لماذا دخل كارلوس في الإسلام؟ ها هو قادم من المسجد هيا نسأل هل أسلمت حقا يا كارلوس؟ نعم أسلمت والحمد لله ما الذي جعلك تسلم؟ أشياء كثيرة منها وصف القرآن للجنين في بطن أمه أنا طبيب وأعرف هذا الأمر جاء القرآن بهذا الوصف قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة وأثبت العلم الحديث هذه الحقيقة نعم فالإسلام يدعو إلى الصدق والأمانة والعدل والمساواة والسلام وعبادة رب واحد لقد أسلمت بعد قراءات عديدة ودراسات عميقة أعرنا بعض الكتب والدراسات التي قرأتها بكل سرور فلدي كتب كثيرة عن الإسلام هل هي موجودة الآن؟ نعم تفضلا معي إلى البيت لنتناول بعض القهوة ونتحدث عن الإسلام وأعطيكما الكتب هيا بنا تفضلا معي إلى الصدق والمساواة 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 وال